اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد ان مملكة البحرين حريصة على استثمار شراكاتها الاقتصادية التي تربطها مع الدول الصديقة بما يسهم في فتح افاق اوسع لنمو التعاون في مختلف القطاعات وانوه سموه في هذا الصدد بما يتم العمل عليه نحو تعزيز اداء الاقتصاد البحريني وزيادة تنافسيته التي تدعمه حزمة التشريعات المنظمة لهذا القطاع في شتى مجالاته جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع معالي السيناتور ايان غورست رئيس وزراء جزيرة جيرزي بحضور سعادة سيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي حيث رحب سموه بزيارة معالي سيد غورست لمملكة البحرين وأشار سموه إلى أن مثل هذه الزيارات وتبادلها من شأنها أن تفتح مجالات أوسع بين البلدين الصديقين خاصة في قطاعات المال والاستثمار هذا واستعرض سموه مع معالي السيناتور ايان غورست أوجه التعاون المشترك بين المملكة وجيرزي وتعزيز فرص الاستثمار من جنبه أعرب معالي السيناتور ايان غورست رئيس وزراء جزيرة جيرزي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائي بجلالة الملك المفدى ولي العهد على فرصة اللقاء وبما أبداه سموه من اهتمام وتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين شكرا